صلح التبعية اللي قالوا انه تبعية ذو لا تبعية لأهل البيت تبعية للمذهب تبعية لعلي بن أبي طالب عليه السلام يبدو أن اجترار الطائفية كل أربع سنوات انتخابية هو ما يجيده زعماء الكتل السياسية لا سيما الموالية لإيران فلا وجود لنزعة أخرى سوى نزعة الطائفية في قاموس العامري أو المالكي أو غيرهما من شركاء العملية السياسية فهي ورقة تستخدم لانتزاع الحصة الأكبر من كعكة المحاصصة الطائفية التي سنها بول برايمر حيث لا يزال نظامه يتبع إلى يومنا هذا التبعية تلك هي الحقيقة التي تزعج العامري فيبررها زعيم ميليشيا بدر بأنها تبعية لعلي بن أبي طالب في محاولة سادجة لاستجداء عواطف الناس أملا في البقاء في السلطة كما يقول محللون سياسيون لذلك نحن نصر على ضرورة أن تشكل الكتلة الأكبر من الأخف التار الصدري ومن الإطار التنسيقي ومن المستقلين لضمان حق الأكثرية الشيعية تبعيته لإيران ومشروعها ينكرها العامر اليوم ناسيا أو متناسيا ولاءه المطلق لطهران ومرشدها وقتاله مع إيران ضد الجيش العراقي في ثمانينيات القرن الماضي والجمهورية سميحة نحن مع الإمام حتى آخر خطرة دم الإمام إذا يقول حرب حرب الإمام إذا يقول صلح صلح يعود العامري بعدها ليحاول تبرير طائفيته بشعارات من قبيل الاتفاق والشراكة والتوازن التي أسست عليها العملية السياسية منذ عام 2003 أي أنه واقع حال لا مفر منه باتجاه أي مشروع وطني حقيقي فالوطنية ثوب ترتديه الزعامات الطائفية قبل الانتخابات وما يلبث أن يخلع هذا الثوب حينما يذهبون إلى تقاسم الحصص والمناصب العامري الذي يدرك بأن لا حاضنة شعبية له سوى حفنة من المنتفعين إلا طالما لجأ إلى التحشيد الطائفي لاستمالة مشاعر البسطاء أو لشحنهم مجدانيا بهدف استخدامهم فيما بعد لمشاريع تعود بالنفع على حزبه أو لتبرير فشله وتحالفه بتوفير أبسط متطلبات العيش من خدمات ووظائف وسط وجنوبي العراق مثل إلقاء اللوم على جهات مجهولة تمنعه من خدمة السكان رغم أنه كان وما زال ضمن أعلى سلم السلطة الحاكمة في البلاد ترجمة نانسي قنقر